الذي خلق الجسد وخلق القبر وعمل سيستم ضمة القبر قادر على أن نشعر الميتة بذلك في أي مكان كان حد حضرتك مثال بسيط وأرجو يا التاسع صدرك لي يعني واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن أحد الناس واحد كان مسرف على يعني كان عاصي جدا وعمل كل البلاوي فجمع عياله في يوم قال لهم بصوا أنا عملت كل الذي لا يتخيل في الدنيا فإذا أنا مت وبيفكر بأخذ البشر يبقى المحضه قال لهم لو أنا مت فحرقوني ثم اعمدوا إلى يوم راح يعني يوم في ريح شديدة فذروني يعني حرقتوني خلاص خدوا الرمض بتاعي كده وانطروا كده في هوا ماشي ذروه كده خليه يروح فوالله لإن قدر علي ربي لإن ربنا لو أفشني هيطلعيني فلإن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا شديدا فكره مادي بسيط على قده فالمهم فسد النبي عليه الصلاة والسلام بقول إيه يقول حتى إذا جاءوا من خيامة يجى معه الله فقال له قم فيلاقي نفسه بعده ما اتحرق وراح في قام تاني فقول له أنا إذا بيتعجب أنا جيت هنا إزاي فربي يقول له يا عبدي ما حملك على ما صنعت انت عملت في نفسك كده ليه وحرقت نفسك والكلام ده كله فهيرد الرجل يقول له يا ربي رجوتك يعني أنا رجيت رحمتك وخفته ذنوبي ذنوبي أنا خفت منه هيقول له أن انت ده كله عشان خفته من العذاب يقول له قل له فوالني قد غفرت لك يعني يا دكتور عبدالله حضرتك تقصد أن القبر ده مش مكان الدفن القبر ده مكان موت الشخص اللي هو مات خلينا أقول القبر هو مكان الدفن لكن حياة البرزق هي أي مكان الميت موجود فيه بس يا رواية اللي حضرتك قلتها دي وغفر له ربنا والكلام الجميل اللي حضرتك قلتها تجبتوا منينا ولسه ما حصلش موحسدنا ناوي بيحكي إن ده هيحصل يوم اليوم هيحصل ترجمة نانسي قنقر